بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول الآن شرح للPart View طبعاً عشان أظهر الPart View هندغط على الPart View فبيقفل لي Steps لأنها المينو بتطلع با ديفولت الأول بال Steps البارت فيو بناجد فيه كل الديتيلز بتاعة البارت اللي احنا عملنا له عملية الديزاين بدعاً يقول لي الميلنج بوس اللي هو اسم البارت وبعدين الستوك هو من اسمه البارت فيو فده بيعمل لي فيوينج لكل الفيتشورز أو الكيرفز أو للستوك بتاع البارت اللي موجود قدام فانا لو جيت ضغط على الستوك بيظهر الارو اللي موجود على يمين كلمة لما بنضغط على هذا الارو بيظهر لي الPull Down Menu اللي هي هتلاقي فيها الProperties الProperties دي بتوضح ليين؟ نبدأ هنا نشوف ان هو بدأ يشتظهر لي من أول الستوك الماتيريال اللي انا اشتغلت بيها و الديمينشن اللي انا حددتها لهذا الParts زي ما انت شايف يعني الماتيريال من الو من كل الProperties اللي هي تخص الستوك هتلاقيها موجودة يبا اذا انا مباشرة لو في حاجة لعمل اي تعديل فبروح مباشرة على الPart View ومن الPart View بختار الفيتشورز اللي انا محتاجها وببدأ اعمل لها عملية التعديل طيب في حاجة تانية انا هتجد الترتيب كمان رائع اللي معمول بيه يعني هو بدأ الاول بالستوك وبعدين جاب لنا الSet Up One اللي احنا دونا تحت منها كل الفيتشورز وكل العمليات اللي احنا قمنا بيه فلو جيت على بوكت وان دغطت على بوكت وان طبعا عرفنا انه بيظهر الارو بشوف على الارو هاجي على الProperities بشوف في الProperities بدأ من Dimension الLocation بتاع الPart الStrategy مشرحنا طبعا الStrategy قلنا ان احنا لو انا عندي بيبقى فيه مثلا الRough Cycle والFinish Cycle من الممكن ان انا في بعض الاجزاء بقول ان انا عايز اصرع عملية الSimulation فمثلا بيه بقوله لا خلاص اعمل افلي Don't check the box for the rough cycle وهكذا طيب يبقى اذا انا هقدر اعمل كل حاجة Dimensions بتاع البارت هل من الممكن تعدلها نعم من الممكن ان احنا من خلال هذا البارت من خلال هذا الProperities بنقدر نعدلها ونعرف نغير اي شيء احنا عايزي كده عايز نوضح ايه تاني تعال نشوف موجود فيها ايه تاني اولا انا اول ما بضغط على الProperities ربما ان انت مسمي التسميات يعني تبقى صعب عليك فانا مش عارب فين البوكت 1 ولا البوكت 2 ولا الهول 1 ولا الهول 2 ولا الهول 2 ولا الكلام ده كله لا لا لاحظ كده هبدأ تاني هيبدأ اللون يتغير اول ما نضغط عليها او يبقى البوكت 1 هتلاقي اللون اصبح اهو اصبحت ايه باللون الاحمر فهو ده ده هو ايه ايه اللي هيبقى ايه البوكت 1 خلاص يبقى ادي ده الكيرف 1 الكيرف 1 اللي انا عملت منه ايه عملت منه ايه البوكت 1 حتى لما بضغط عليه اهو يبقى كده ايه ده البوكت 1 وده ايه الكيرف 1 ويعدي احنا الاول بنعمل ايي بنعمل الكيرف و بعدين من الكيرف بنعمل من الفيتشورز فروم كيرف ايه البوكت 1 هذا انا عشان ااكد لنفسي انا فين اولا اللون بيختلف ثانيا انا مجرد ما بضغط هنا انتشوفت وراح فين راها على الكيرف وبعدين عندي هنا ايه هذه ايه هنا يبقى ايه عند البوكت 1 طبيب regular اللون بتغير ممكن هنا علشان اللون البرتقالي فاللون ايه يظهر هيتغير الى اللون الاحمر يبقى إذن أنا هعرف إيه أنا فيه طيب نيجي هنا نقول إن أنا عايز أعمل delete لهذا الpart يبقى ممكن أعمله delete أشيله خلص الpart مش عينه طيب show selected we hide select أنا عايز أخفي هذا الجزء مجرد ما ضغطت عليه يبقى إذن إيه bucket 1 راح أحد يقول لي الله ده موجود لا يا ابني ده الكيرف هذا الكيرف الذي أنشأنا منه البوكت طيب يبقى إذن طيب لا معلش خلاص أنا بعد ما شفت الكيرف هو عايز أعمل شو selected بضغط كده يعمل لي show selected هنا دي setup 1 فيها طبعا دي الأمور كلها يعني زي مثلا إيه rectangle book 2 يبقى هاروح على bucket 2 وهو أصبح لونه أحمر يبقى أنا عرفت إن أنا كده إيه ده bucket 2 من الممكن أني أنا بعمل عليه أي عملية من عمليات التعديل اللي احنا اتكلمنا عليه ممكن أغيره لأسمي يعني فرضا إن أنت عايز تعمل أسماء أقرب لواقع الرسم اللي أنت عمله فخلاص غير إيه تقدر من هنا تغير الإسم اللي موجود عندك طيب في إيه تاني ممكن نتكلم عليه center selected فأنا عايز selected عايز أعمل له center يعني يعني أعمل له center هو اللي يبقى ظاهر تماما فلو ضغطت على center selected هيعمل لي الجزء اللي هو bucket 2 بهذا الشكل ما هو ممكن نعمل center selected لحاجة أقرب توضح لنا تعالي نشوف hall من الهول في أدي الهول ده فتعالي عند الهول وهنقول له center selected هتلاقي إن هو أظهر لي الهول هو اللي على screen في center أي بإذن كده أنا شفت الرسمة واضحة تماما إن هو أظهر لي select اللي أنا عملت له selection في center بتاع بحيث إن لو عايز أعمل عليه أي تعديل أو أعمل أي شي يبقى أنا هاجي هنا هو مثلا نقول له show selected height selected عايز أعمل أي تعديل في هذا الجزء نسوء بنقدر نتحكم في هذا الأمر that's it يعني في الجزء ده اي تاني نقدر نقول عليه خلاص كده بالنسبة إيه للsetup طب ما تيجي نشوف الكيروز طيب نيجي طب نعمل إيه الأول كده نقول له center roll يبقى كده رجعت كل حاجة زي ما نيجي نشوف الكيروز إيه الكيروز ما هنا قلتلك هوا جاب لي التاريخ يعني عايزين نقولها كده the history of the part you have done كلها موجودة هنور فهنتلاقي عندك under curves إيه الكيروز مش احنا قلنا فيه عندنا طبعا في الانترودكشن دي وضحنا قلنا انحنا عندنا حاجتين عندنا انحنا نعمل feature from dimension features from curves from curves انحنا عايز عمل شكل يعني dimensions يبت ديني اي اشكال ثبتة موجودة بيقدر زي عايز عمل hall slot slots عايز عمل hall عايز عمل slot عايز عمل step boring وهكذا كان فيه امور متعددة احنا ايه عملناها في from dimension عايز عمل rectangle book and so on نيجي هنا طبعا عايز اعمل شكل زي ده اللي انا سميت بوكت وين ده طب ده مش موجود في feature from dimension what we can do انحنا بنرسم الشكل وتظهر هو الشكل اللي انت عايز تعمله شكل ايه وبيبقى ده curve هذا curve من الممكن انه هو closed curve او open curve او يعني اعمل curve ده من wizard زي الكتابة زي الكتابة لا هي open ولا closed لها طريقة معينة بنعملها طب تعال نشوف ايه curves اللي احنا بنكال under curves هتجد الكاد نضغط ندور فين الكاد اه الله لانا مسمي كاد اه بإذن هو الكاد هنا دي هي المقصود بها ان text اللي عمله بال curve و under مسمي cad هنلاقي ان عندنا المينيوز هي ها هو selected او height selected height selected رق الله ده هو راح مين ما احنا قلنا يا شباب عندنا الكاد دي أنا الكاد دي أنا عملتها تحت curve اللي هو راح ده يعني برضو دي نفس الكلام خلاص طيب تعال عندك curve 3 و عندي بعد كده feature وبعدين عندي تاني اه عندي taper اه يبقى اذن ايه ادي taper pan و الfeature pan والcurve 3 pan يبقى اذن كل selection بيظهر عندي بالطريقة دي عشان اعمله عملية التعديل ده اللي هو في part view عايز ارجع تاني setup مجرد ما ضغط عليها steps او عايز ارجع مجرد ما ضغط عليها بترجع steps في مكان طيب هل هناك طريقة اخرى اقدر اعمل بيها modification اللي انا اتكلمت عليه الحقيقة ان انا مجرد ما ضغط على الجزء ده كده اهو يبقى انا ضغط على الجزء ده اهو يروح جايب لي features او properties بتاع انا اقدر اعمل التعديل يعني على الفرض ان انا عندي ال table ده اهو مجرد ما ضغط على table اقدر يجيني ال screen اللي تعمل لي عملية التعديل في table بكده نكون غطينا كل تقريبا المينيوز اللي هي موجودة في البرنامج وان شاء الله في المقطع القادم هنبدأ نعمل تطبيق ببعض الامثلة اللي تمكننا من ان احنا نعمل كل الفيتشورز اللي موجودة سواء كانت from dimension او كانت from curves يبقى بكده غطينا ان شاء الله البرنامج شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته